في الحصات عماتة اللي احنا بنعملها سواء الصنار او الرانين مغناطيسي او الاشياء المقطعية انا دايما حتى بحاول اوصل للناس المعلومة دي فيه فرق ما بين الاشياءات كلها سواء اشياء بالسبغة او الرانين او الصنار ده بيدي انعكاس للصورة يعني انا مثلا ده ضل ايدي اهو حتى انا بشبهها لهم كده انت شايفة ضل ايدي بس انت مش قادرة تحددي الساعة شكلها ايه لابس ديبلة ولا لا مش قادرة تحددي التفاصيل ده كده الاشياءات مجرد ضل بالزبط بتنقل صورة بس ممكن تبقى ناقصة حاجات كتير غير لما بداخل بعد اساء انا شايف يعني انا شايف التفاصيل كلها فيه حاجات ما بنعرفش انشخاصها غير بالمناظير وفيه حاجات مالهاش علاج غير بالمنظار يعني مثلا زي ما احنا قلنا الحاجز الرحم من شوية حاجز الرحم دي كانت مشكلة مالهاش علاج قبل كده خالص يعني هو المنظار الرحمي من ساعة ابتكاره وهو بده يحل مشاكل حاجز الرحم حاجز الرحمي ما كانش بتشخص بدقة عشان هو حاجة صغيرة ممكن تتلغبط فيها في الاشعات فدي فكرة المنظار الحاجة اللي انا محتاج اقيمها اكتر بعملها بالمنظار سواء تشخيصي او علاجي بقى عشان هو احنا هنتكلم في النقطة دي كمان شوية اذا كان هو منظار تشخيصي ولا منظار تشخيصي وعلاجي ولا منظار علاجي فقط الاورام اللي فيها معظم استقصال الاورام اللي فيها دلوقتي بقى بالمنظار طبعا كل حالة وليها ظروفها بس انا بتكلم ان في الاغلب بينفع تتعمل بالمنظار اكياس المبيض المشاكل بتاعة الانبيب جميع بكل انواحها يعني تأخر انجاب بالذات لو عندنا مشكلة في الانبوبة او الاشعاء بسابقا بينالي ان في مشكلة في الانبوبة علاجها ازاي بالمنظار عشان اشخص المشكلة بساعات بحتاج المنظار يعني انا ساعات بدخل بالمنظار اشوف المشكلة اللي عندي انسداد بسيط يتسلك ولا الانبوبة نفسها متدمرة او بايزة دي بتختلف طبعا لو انبوبة بايزة احنا بنقفلها ده لو احنا بنعمل تحضير احيانا الحالة المجهارة بالقصة دي فهو على حسب انا داخل انا عاوز اشخص ولا هشخص وعالج ولا داخل عالج انا مشخص وداخل عالج اشتركوا في القناة